السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في هذا الفيديو إذا لأول مرة كيشوف القناة ضغط على زر الاشتراك الموجود في يمين أسفل الفيديو وفعله زر الجرس بطبيعة الحال هذا الفيديو بزاف ديالكلم كيطرحوا أسئلة حول هل سيتم تأجيل المتحان جاوي إذا كشعلاش هادينا نحاول نشرح بعض الأمور وبعض الأسئلة سأجيب عنها كتذكره في التعليقات لنجاوب الياف هذا الفيديو إذا بالنسبة للأسئلة التي تطرحوا أغلبية كانت قريبا ثلاثة الأسئلة أول حاجة العطلة الرابعية يعني كيف كانت عطلة وماذا كانت العطلة إلى آخره إذا أول حاجة تكونوا عارفين أن العطلة الرابعية ما كانت تأجيلها من طرف وزارة التربية الوطنية رقلتها في الفيديو السابق ثم بالنسبة للعطلة ما كانت عندكم حاليا وبالتالي يجب أن تستغلوا هذه الفرصة أن تستعدوا الامتحان الجهوي أو الأولى باك أو التسعة يعني حاولوا تخدموا في هذه الفرصة متفقين السؤال الأول سؤال الثاني متى ستجرى الفروض لمحروصة يعني كيف يسولني في تعليقات أستاذ وشاتيغين يدخلوا مباشرة من بعد ما تمرد المرحلة هذه وزول فرد أكيد لا يمكن وزول فرد مباشرة في الساعة الأولى يجب دور قمو ازدوجل لا يمكن در مراجعة ودعم ويجب أن نرى شوية بشوية مع الأيام المقبلة إن شاء الله بالنسبة للسؤال الثالث والذي جعلني أنني نقوم بهذا الفيديو لأنه سؤال كثير مرح إمتى كان أستاذ جهوي؟ وماذا كان السنة بيضاء؟ جميل سأجيب أنه لا يوجد أي جديد بالنسبة للامتحان الجهوي بخصوص السنة الثالثة و أيضا الأولى الأخبار لامتحان الجهوي أنه كان في سر ستاة والذي جعلني منذ بداية السنة أي جديد بخصوص الامتحان الجهوي هذا نقول لكم في القناة بطبع الحال فقط تفعلوا زر الجرس لكي يكون شي جديد و أيضا الأولى نتعلم لكم في الامتحان الجهوي و تعرفوا الجديد بخصوص المتحان الجهوي إذا كان شي جديد نقول لكم في القناة فقط تفعله زر الجرس كما ذكرت سابقا لا يوجد أي شيء يسمى تأجيل المتحان الجهوي فقط تخدموا هذه اليامات لا تضيعوا الوقت و اشتركوا الفيديو مع أصدقائكم كما تفعلوا هذه المعلومات و أتمنى أنكم تكونوا استفتوا و أجبتوا الأسئلة لكم اللي عندو شي سؤال يقولوا لي في التعليقات باش نجمعهم و نديلكم فيديو و نوضح لكم الأمور اللي عندكم فيها مشكلة إذا شركين والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا